أكدت وزارة التربية أن تأجيل الامتحانات اليوم غد يتوقف على الحالة الجوية، فيما أشارت إلى أن المناطق الجنوبية سيكون فيها غبار كثيف بينما الوسطى والشمالية أقل. وقال الوكيل العلمي لوزارة التربية عادل البصيصي أن تأجيل الامتحانات اليوم غد يتوقف على الحالة الجوية وما تشكله من غبار، لافتاً إلى أن الأنواع الجوية أبلغت الوزارة بأن المناطق الجنوبية ستكون محملة بالغبار والوسطى والشمالية ستكون أقل. وأضاف البصيصي أن الأجواء في أغلب مناطق الجنوب غداً سيكون غباراً كثيفاً، وسنتواصل مع المحافظين وسنقرر الدوام من عدمه وهذا متوقف على وضع الجو، مبيناً أن المحافظين مخولين بإعطاء العطل للمدارس حسب الصلاحيات الممنوحة لهم. ومضى بالقول لدين 12 مليون تلميذ وطالب مع وجود 14 ألف بناية في عموم البلاد، مؤكداً أنه في حال توفر 5000 مدرسة فسيتم القضاء على الدوام الثلاثي وإذا سيكون هناك 7000 مدرسة فسيكون الدوام أحادياً. وأوضح، سنوياً يتم قبول مليون ومئتان ألف تلميذ في الصف الأول الابتدائي، في حين أن مخرجاتنا للسادس الأعبادي في العام الماضي لا تتجاوز الثلاثمائة ألف.